هاي هون كله طيان ونشح كله علينا في الغراب حدا بنام على ماء وبالدنيا شتاء بوز لا تملك أم عبده سوى الشكوى والدعاء على حال أصابها بعد الخير المتساقط على الشمال السوري حاملا معه شقاء وبردا يتسرب لداخل خيمتها الممزقة وغير المتماسكة أمام القليل الضعيف من الأمطار يعني الماء والله كله يتناي منه الماء لهون وصلت خيمة محاطة بالطين والوحل أدالي على مرور الشتاء من هنا يعني بس يجي يزبطون هنا هون المنظر طلع تعفوا أفرجيك والله ما يتضل وحل كلها صار دليوم عندي في الغيمة والله العظيم طلع حفرنا طلع طلع قدام خيمتي طلع لحيا تمشي الماء كانت هون جوا جوا والله العظيم يعني أنا فوقت الصبح حطت وصلت أبكي من أهري سداجاتي كلها صارت إطراب وصارت نشيح طيب الله الملدي عاش دينام وعاش ننام الله قبل المنظمة ما دخلتي ما تجي لعنكم تجي ما بس بخبز ما في شي يعني والله خبز بس ما عبت جينا غير خبز حتى تدفئة ما في ما في لا صبات لا شسمه حرامات كتبع شوف حرام متع سوا نضغط فيه ما في والله العظيم عباوز ولادي تكرار المأساة بشكل سنوي أدى لاختصار أزمة المخيمات بتبديل العوازل أو تقديم المدافئ ومواد التدفئة وفرش أرضية المخيم بالحصى تناسي تفرضه حالة الإهمال الدولي للقضية السورية والتي تبدأ بعودة المهجرين إلى قراهم لبتقديم سلة غذائية لهم نحن كنا موعدين على أساس نرجع لبلادنا ونقول حسبنا الله نعمل وكيل علما أنه نحن تهجرنا مثل ما تعرف كل الناس وأغلب المهجرين قصرا من ذيارهم ونقول حسبنا الله نعمل وكيل على أساس موعدين بالعودة خلال فترة زمنية بسيطة طبعا نحن عم نعاني كتير كتير من السيول اللي حصلت الحمد لله رب العالمين خلال هاليوم وقبله والرياح حتى مما أدى طبعا تأثير كبير على الخيم منه تهدم منه تشقشق منه طاف منه حسبنا الله نعمل وكيل طبعا لا يمكن بهيك حالي التحرك حتى بسبب الطرقات الموجودة عنها كلها وحل يعد مخيم حرش الزيدية في عفرين واحدا من المخيمات العشوائية التي يصيبها الضرر من الأمطار في كل عام بانتظار تنفيذ الوعود المقدمة لهم ونقلهم لمساكن طليق بهم مأساة تتكرر كل عام رغم مناشرات الهالي الدائمة لحل مشكلتهم وإعادتهم إلى قراهم أو تحسين واقعهم الخدمي ونقلهم إلى مساكن تحميهم من الأمطار وتخفف عنهم المعاناة هاريطات انتفزيون سوريا من المخيمات العشوائية في منطقة عفرين ريف حلب الشمال ترجمة نانسي قنقر